السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالتأكيد كلنا نعرف أن صورة البقرة هي أطول صورة وأول صورة نزلت على المسلمين في المدينة منورة هي أول صورة مدنية وبطبيعة الحال هنلاقي في جزء كبير من صورة البقرة تتحدث إلى أهل الإيمان فيما يخص التشريع والأحكام ويأتي على رأس الأحكام الحلال والحرام في الرزق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كل من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون يا له من رب عظيم رب جواد كريم جعل الأصل في الطيبات هو الإباحة لكنه استثنى بعض المحرمات وأنزل قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور الرحيم إنما حرم الله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية وحرم عليكم أيضا الدم المسفوح ولحم الخنزير وما ذبح من الذبائح لغير الله لكنه رب عظيم رب جواد كريم أباح لكم كل هذه المحرمات عند الضرورة فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها ولكن بشرطين غير ظالم بالأكل منها دون حاجة وغير متجاوز لحد الضرورة فلا إثم ولا ذنب عليه في ذلك إن الله غفور لعباده رحيم بهم أباح الله عز وجل لنا الطيبات من الرزق وحرم علينا الأشياء الضارة والمضرة فمن له حق التحليل والتحريم هو الله وحده وليس الشيطان ولا العادات ولا التقاليد ولأن الأصل في الأشياء هو الإباحة فلا يجوز تحريم المباح إلا بدليل وليس العكس إنما للحصر فالمحرم قليل وقليل جدا إذا ما قرنا بالحلال والمباح وسواء علينا أدركنا الحكمة من ذلك أم لم ندرك نسلم ونقول سمعنا وأطعنا فالله عز وجل لا يحل لنا إلا طيبة ولا يحرم إلا خبيثة إنما حرم عليكم الميتة والميتة هو كل ما مات دون ذبح ودون تذكية شرعية والهدف من ذبح الحيوان أن يتخلص من الدم لأن الدم به مواد ضارة جدا بالإنسان ولكن الله عز وجل أحل لنا ميتتين السمك والجراد علمنا ذلك من السنة النبوية الشريفة فالسنة الشريفة مؤكدة وشارحة ومكملة للقرآن الكريم والدم والمقصود بالدم هو الدم المسفوح أما ما يتبقى من الدم بعد الذبح في اللحم والعروق فلا يضر إن شاء الله وإن كنا ولله الحمد لا نشرب الدماء المسفوحة فهناك قبائل في أفريقيا تشرب دم البقر وفي سيبريا هناك من يشرب دماء حيوان الرنة ظن منهم أنها تدفئهم وفي بعض المدن الساحرية هناك من يشربون من دماء الترسة أو السلحثال البحرية ظن منهم أنها تعطيهم الكوة الجسمانية والجنسية والدم إذا خرج من الجسد فسد وأصبح بيئة خصبة لنمو آلاف البكتيريا والفيروسات الضارة والقاتلة وفي الجاهلية كان العرب يطبقون الدم المسفوح ويأكلون منه وأحل الله لنا من الدم الكبد والطحال ورغم أن الخنزير لم يكن معروفا أو موجودا في جزيرة العرب إلا أنه ذكر في آية التحريم فلماذا؟ لأن الكرآن الكريم يخاطب الجميع وهو رسالة صالحة لكل زمان ومكان ومن تأمل في الكرآن الكريم والكتاب المقدس يجد أنهم يسيران في نفس الاتجاه وهو تحريم لحم الخنزير والخنزير حيوان رمرام يأكل كل ما هو ضار من القازورات والقمامة وفضلات الإنسان والحيوان وحتى الجرزان الميتة فلحم الخنزير صعب الهضم ومشبع بالدهون الضارة جدا والمقصود بالتحريم كل الخنزير من لحم وجلد ودهون ولكن ذكر اللحم للتغليب وتناول لحم الخنزير يساهم في انتشار سرطان القولون والبرستاتة والثدي والدم وكلما يتناول لحم الخنزير لا ينجو من يرقات الدودة الشريطية والتي سرعان ما تنتشر مع الدورة الدموية إلى القلب والكبد وأنسجة العين وتتلفها جميعا وليس دائما السبب في التحريم هو النجاسة الحسية والمادية كما ذكرنا في الميتة والدم ولحم الخنزير فهناك أيضا النجاسة المعنوية فنسمع كثيرا عن الدجالين الذين يأمرون بالذبح للجن وهناك من يذبح للكبور أو الطواغيت وقديما وفي الجاهلية كانوا يذبحون للأصنام ولا حول ولا قوة إلا بالله فكانوا إذا ذبحوا يهلون أو يرفعون الصوت بمن ذبحوا له فيقولون باسم الله أو باسم العزة أو باسم المسيح أو باسم جبريل أو باسم محمد وكل هذا شرك بالله فالذبح عبادة لا يجب أن تصرف لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ومن سماحة الإسلام أنه عند الضرورة القصوى والإشراف على الموت تتحول تلك المحرمات إلى مباحات فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فكل من اضطرته الظروف وهو غير ظالم وغير متعد للحدود فلا إثم ولا ذنب عليه إن الله غفور واسع المغفرة لعباده رحيم بهم فالحمد لله على سماحة الدين والحمد لله على أن لنا رب غفور رحيم جزاكم الله خيرا